السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل من تي تابع هذا الفيديو تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتحياتي جميع المتتبعين ديالنا في المكانه وشكرا لكم للتفاعل ديالكم مع الوصفات وشكرا للناس اللي تخليوا لي تعالق زوينا شكرا بزيف بزيف واليوم ان شاء الله عندنا واحد الوصفة رائعة بالنسبة للوليدات بالنسبة للدراسة بما انه احنا قريبين من الموسم الدراسي ما بقى لهوالو اذا فخصنا نديرو وصفات لوليداتنا على ود القرية وكانوا بزيف ديال البنات تطلبوني هاد الوصفة بالنسبة للوليداتهم اللي ولادها ما تيقراوش مزيان او ما عطلين في دراستهم او ما تيحملوش القرية فهاد الوصفة اراها رائعة رائعة جدا ومجربة خصها غير واحد شوية ديال السبر وتصايبوها لوليداتكم تحتاج فقط القلم ما تحتاجش لشي حاجة وشوية ديال السبر وبلما نطول عليكم ندوزو باش نشوفو الوصفة فاول حاجة نحتاجو لها هي القلم اللي غدي يكتب به الابن ديالك وماشي اي قلم القلم اول حاجة مخصوش يكون شفاف ما يكونش تيبين ما عنديش متوفر انا شي قلم ما تيبينش هاد غدا غيب نوريكم بالوصفة انتو مرت تاخدو من المكتابة قلم ما تيبينش وتاني حاجة المكتابة اللي غد تاخدو منها القلم يكون مكتابة عامرة وعليها زهام بزاف عاد باش ندوزو باش نصايبو الوصفة تقدرو تاخدو هادوك ستيلويات الصفرين لها ديالهم الصفرين وما تيبينوش راه هم متوفرين في المكتابات تقدرو تستعملوهم في هاد الوصفة المهم اول حاجة تنديروها هي انك تتاخذي ستيلو وتتقرأ عليه صورة الفاتحة مئة مرة وصورة الشرح مئة مرة والقلم مئة مرة ومن اللي تكملو القرائعة على هاد الوصفة ومن اللي تاخدو هادين تقرأو وغادين تقولو والمكان يكون طاهر وتكونوا طاهرين والمكان يكون طاهر و هاد الوصفة تقدرو انتم تدروها لوليداتكم وقدرووا يدروها لوليدات اللي لطلبة الكبارين اللي تقرأوا ويدروها بنفسهم حتى هما مهم هي الدراسة بصيفة عامة المهم ما عليناش بعدما تتقرأوا الفاتحة والشرح والقلم مئات مرة تتقولوا توكلوا يا خدام هذه الصور الكريمة بتحبيب الدراسة لفلان ابن فلانة أو لكانت بنت أو تحبيب الدراسة لفلانة بنت فلانة بحق هذه الصور العظيمة حتى يتفوق وينجح اللهم ببركة هذه الصور أرزق فلان ابن فلانة الحفظ والفهم والنجاح هذا هو التوكيل اللي تندروه بعد القراءة وعاد عندو زون نشوفوه شنو غادين نكتبوه باش نكملو الوصفة هي القراءة طويلة شوية ولكن رها النتيجة ديالها فعالة الواحد يصبر شوية ماشي وقت طويل يصبر شوية ويقرأ هذوك الصور رها بركة وفائدة في نفس الوقت وراها وصفة مجربة مجربة غتنفعكم بالنسبة اللي عندو وليداتو تعانيو من هاد التعطيل في الدراسة ونجوزو باش نكملو الوصفة تناخدو واحد الوريقة صغيرة وتكون بيضاء وتناخدو ستيلو نفس القلم اللي غنطبقو عليه الوصفة القلم اللي قرينا عليه الصور ودرنا عليه التوكيل هو نفسه غدين نكتبو به نكتبو به نفس الصور اللي قرينا نكتبو عفوان الفاتحة ونديرو الشرح والقلم تنكتبوهم بهاد الطريقة وتكون الورقة غير صغيرة نكتبو الفاتحة هنايا والشرح هنا احداها والقلم احدا هي هنايا انا مبغيتش نكتبهم قدامكم باش من استغرقوش الوقت بزيف المهم انكم متوما غدين تكتبوهم بهد الشكل هذا وتحاولوا تكتبوه بشكل صغير باش تكون الورقة صغيرة واللي يمكن لها تدخل لكم في القلم اللي غدين تخدموا عليه الوصفة بعدما تكتبو الصور انتوما بلما تكتبو الفاتحة بلما تكتبو اسم ديال الصورة تكتبو الصورة مباشرة من اللي تكتبوهم غدين تبخروهم بشوية ديال الجاوي البيض الجاوي البيض ره معروف عند العشابة اتخذوا واحد الطريف وتبخروا به هاد الوريقة اللي غدين نستعملوها في القلم ديال الوليدة ديالكم من بعد ما بخرنا هاديك الوريقة تناخدوا ستيلو وتنحلوه وتناخدوا الوريقة تنكون نلوينها هاكو تنلوينها على هادي هاد الدخلان ديال ستيلو صافي وتندخلوها بهاد الطريقة هادي صافي وتندخلوه مهم ان الورقة ما تكون شتتبين صافي هادي هي الطريقة باش تندخلو هاد الوريقة ونحاولو ان هاد القلم هاد ما يستعملوش نوصيو ولداتنا يستعملو يستعملوه ولداتكم بوحدهم لعند الشوليد ولا بنية توصيها انها ما يستعملوش معاها شي اصدقاء ديالهم ولا شي حاجة هدا هو شرط ضروري هادا خسها استعملو بوحدها او الولي يستعملو بوحده هاد ستيلو هادا من بعد ما غادي تبدأ السنة الدراسية ان شاء الله انتو ما غادي نتصابوه قبل ومن بعد ما تبدأ القراية راه كل جمعة تبخروه بالجاوي كل جمعة تفكروا وتبخرو القلم بجاوي وضروري ضروري انه ما يكتب معاه حتى شي واحد ما يعطيه ولدكم لحتى شي حد آخر يكتب به هذا شرط اساسي انه يكتب به بوحده بالنسبة لكم انتو مرح ما غاديش تكون تتبان الورقة نهائيا ما غاديش تكون تتبان وبالنسبة القلم في حالة لا ضاع ليه ولا تلف ليه ولا شي حاجة بحال هقق يمكن لكم تعاودوا الوصفة من جديد وتعاودوا تقرأوا من الأول على ستيلو وتصايبوا الوصفة وشرب انكم تبخروا كل جمعة القلم بالجاوي الابيض على حساب الصور اللي قرأتوا بليه على حساب الصور اللي مكتوبة داخل الورقة ولم أبغاش يصق لكم هذا تقدروا تديروا شوية ديال الكولا والستيلو رايمكن لكم اي نوع قلم عندكم وخا يكون غلا يضي كون الحجم ديالو باش أصلا نجيكم فيه الورقة النوع اللي بغيت انتو المهم ان الورقة ما تبانش داخل استيلو وتشي واحد ما يكتب بهذا استيلو والله ينجح لكم ولداتكم كاملين ولداتنا ولدات المسلمين وسنة دراسية موفقة لولداتكم كاملين وحتى الطلبة اللي تقرأ تقرأ في الجامعات تبارك الله تاهمة الله يوفقهم كاملين والله يدخل عليهم هاد السنة الدراسية بالنجاح ان شاء الله وهذا ما كان في هاد الفيديو وتنتمنى ان الوصفة تكون عجباتكم وتطبقوها وشكرا بسيق وما تنساوناش من الدعاء وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد وشكرا لكم كاملين جميع المتتبعين لانا السلام عليكم الى الفيديو المقبل المتتبعين